كابتن سمير زاهر بالنسبة لينا بالنسبة اللي هي شخصية هو واحد من الأسماء اللي كانت نجحة إداريا زكي جداً في التعامل الحديدية لما نتحدث عن كرة القضب المصرية فهي محتاجة جزء الزكاء كمان في التعامل الشخصي مع كثير من الأدرات الأندية ما كانش عليه خلاف كبير من الأهل والزمالك والأندية الكبيرة كصص نجاح عظيمة جداً مع منتخبات مصر المختلفة كلمة معاك عن الكابتن سمير زاهر وليس سؤال حقيقة سمير زاهر شخصية فريدة من نوعها يعني مختلف يعني هو كابت سمير زاهر خلفيته الرئيسية كان ضابط بكوات المسلحة المصرية وكان لعيب كرة قدم في نادي دومياط ثم انتقل للنادي الأهلي في فترة أواخر الستينات وانت عارف الكرة توقفت في الوقت دوت فبط الكرة بدري ولكن عاد ليها بتحياء لي من سنة 92 أو 93 دخل عضو مجلس إدارة في اتحاد الكرة وتدرك في المناصب ثم وكيل اتحاد الكرة مع كابتن داشوري حرب ثم رئيس اتحاد الكرة في سنة بتالي 97 والحصول على بطولة أفريقيا 98 وبعد كده حصل مشكلة كأس الكرات وتم حل اتحاد الكرة ثم رجع تاني في 2005 أنا متذكرك طبعا عشت الحجبة دي كلها بس أتذكر قوي 2005 والرجعة بتاعت 2005 كانت كانت هي دي يعني هي دي يعني بداية العصر الزهبي وانا فاكر ان احنا ساعتها كان انتخابات دي كانت انتخابات قوية جدا كان داخل فيها اللي هو ضحشوري حرب ومهندس هادي فامي والكابتن سامير زاير على رئاسة اتحاد الكرة ويعني كانت انتخابات بجد يعني اه انتخابات قوية ثلاث قوائم داخل انتخابات حاجة كل واحد فيهم متوقع اللي ممكن يكسب ثلاث قوائم كلهم كانوا قامدين جدا طبعا وصاعتها انا فاكر انا 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 يعني كان ليا دور صغير في الحملة اللي هي الاعلانية بتاعت الحملة وعملنا ساعتها السلوجن بتاع الحملة مستقبل ظاهر للكرة المصرية الله وتحت كده عودة الانجازات سبحان الله ساعتها حقيقي 2006 بطولة افريقيا في مصر وكان بصراحة يعني تنظيم رائع للبطولة في مصر ومنتخب رائع قدرنا نحصل على البطولة وفتحت بقى المجالات ساعتها لأفاق جديدة في الكرة المصرية يعني حسب ما اتذكر برضو من الدوري المصري فهذا التوقيت من موسم 2007-2008 موسم 2008-2009 موسم دي كان بتصنف حسب الترتيبات العالمية للدوريات العالمية كانت ترتيب الدوري المصري من احسن يعني تقريبا من 14 ل 12 دوري في العالم على مستوى القوة على مستوى الانتظام وعلى مستوى التسويق